السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات وعين وسهلا بكم مع حلقة جديدة لكشف أكاذيب علي منصور كيالي كل عام أنتم بخير جميعا وتقبر الله مننا ومنكم الصيام والقيام أعتذر لكم جميعا عن هذا الانقطاع المفاجئ مع وعد بإكمال سلسلة دلائل النبوة بمشيئة الله في الأيام القادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى طبعا لا يخفى على حضراتكم وضع إخواننا في فلسطين المحتلة ومعاناة إخواننا هناك بين قتيل وجريح وسجين ومقور من أخس وأحقر أمم الأرض نسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين المحتلة وينصرهم على عدوهم آمين علي منصور كيالي عمل حلقة عني من أسبوعين تقريبا وكان هدفه في هذه الحلقة أن يقول أن قول الله تعالى عطل بعد ذلك زنيم ينطبق علي فسن نرد على الكيالي بإذن الله ونبين تلاعبه بكتاب الله جل وعلا لكن قبل ما نرد على الكيالي عايز أوضح أن هذه الحلقة ليست للدفاع عن شخصي من أكاذيب الكيالي وإنما هذه الحلقة للرد على الكيالي بسبب إدخاله مفاهيم خاطئة في كتاب الله وتنزيل آيات القرآن الكريم في غير موضعها يعني أنا بتشتم يوميا من النصارى والملحدة والروافض وأتباع وسيم يوسف وأتباع الكيالي منذ سنوات وعادي والأمور مشية يلاعب بكتاب الله ويخدع مشاهدي ويدخل على كتاب الله مفاهيم خاطئة تخالف ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يبقى لازم نرد ونبين الحق للناس لأن هذه أمانة سيسألنا الله عز وجل عنها يوم القيامة أولا عتل كتلة ضخمة من البلاد والغباء والشحوم والدهون طيب إيه تفسيرك يا كيالي لكلمة زنيم زائد زنيم يخفي كل شيء عنك حتى اسمه الحقيقي طبعا هذه إحدى هبدات الكيالي العابرة للقارات بس قبل ما نبين معنى الآية الصحيح أثبت لحضراتكم أولا إن الكيالي كان بيرد علي أنا تحديدا بهذه الحلقة دحور على الواتساب بين الكيالي وبين أحد الإخوة فالكيالي بيقول للأخ صحبك هذا الباحث هو عطل وزنيم ليس مستواه صف سادس ويخفي اسمه الحقيقي فالأخ رد عليه وقال له إن أنا اسمي الحقيقي طاريخ السيد وكنياتي أبو عمر فالكيالي وضع للأخ رابط هذه الحلقة اللي بنرد عليها تحديدا وقال له هذه حلقة ردي عليه إذن يا جماعة الكيالي في هذه الحلقة بيتكلم عني شخصيا ما فيش مشكلة عادي يعني مش أول ولا آخر واحد يتكلم عني بس المهم إن الكيالي قال للأخ إن هذه الحلقة للرد علي يعني المفروض لما نتفرج على هذه الحلقة إن نلاقي الكيالي جاي بكلامي وأدلتي وبيرد عليها زي ما أنا بعمل وبرد عليه صح؟ فتحت الحلقة وفجئت بكمية غير عادية من الشخصنا ولم يرد على أي شيء مما قلته على الإطلاق كل اللي عمل الكيالي في هذا المقطع إنه هو كفرني واتهمني بالنفاق ووصفني بالعطل الزنيم طبعا الكثير يأخذون مظهر نفاق ديني طبعا بشكل خارجي يبدون بالنسبة لكم حول ماء وفقهاء وووووى إلى آخره طيب نرجع للموضوع لماذا قلت إن تفسير الكيالي للآية عبارة عن هبدة من الهبدات العابرة للقارات لأن كلمة عطل وكذلك كلمة زنيم ليستها بهذا المعنى الذي ذكره الكيالي في القرآن الكريم والعجيب إن الكيالي كتب لنا تعريف المضحك لكلمة عطلة على الشاشة الكتلة ضخمة من الشحوم والدهون بدون عقل أولا سنثبت كذب الكيالي على القرآن الكريم ولو محب الكيالي عايزين يكتشفوا إنه بيكذب عليهم مطلوب منهم فقط يقرأوا سياق الآيات قبلها وبعدها ويعرفوا الآيات فورا بتتكلم عن مين يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ركز معايا شوي الله يكرمك رب العالمين بخطب الرسول عليه الصلاة والسلام وينهاه عن طاعة الشخص الذي يحمل هذه الصفات المذكورة في هذه الآيات وطبعا واضح من السياق أن هذه الصفات صفات شخص كان يعيش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاصرا له شوف الآية بتقول إيه فلا تطع المكذبين أي يقول الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام لا تطع هؤلاء المكذبين الذين يكذبونك في دعوتك ويكذبون دين الإسلام الحق الذي جئتهم به طيب ماذا قال الله أيضا عن صاحب هذه الصفات قال إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين يعني الشخص صاحب هذه الصفات المذكورة في هذه الآيات حينما تتلى عليه آيات الله يقول إنها أساطير الأولين تمام يعني هذا الشخص المذكور بيقول إن آيات القرآن مجرد خرافات وأساطير غير صحيحة يا كيالي هل أنا إذا تليت علي آيات الله عز وجل أقول إنها أساطير الأولين الآيات تتكلم عن واحد كافر حينما تتلى عليه آيات الله يقول إنها مجرد خرافات وأساطير طيب ده إعلقت بي أنا أو بأي مسلم تاني بيرد عليك الآن الكيالي أتى بالآية التي تتحدث عن هذا الكافر فجعلها عن رجل مسلم يأتي بآيات أنزلها الله عز وجل في حق الكافرين فيجعلها على المسلمين والمؤمنين وهذه أخطر صفة من صفات الخوارج يأتون بالآيات التي أنزلها الله عز وجل في حق الكافرين ويجعلونها عن المؤمنين الصحابة الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى الخوارج شرار خلق الله يعني أشر الناس وقال عنهم خلي بالك إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين نقول تاني نقول تاني الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في حق الكفار فجعلوها على المؤمنين وده نفس اللي بيعملوا الكيالي بيجيب آيات ربنا سبحانه وتعالى أنزلها في حق الكافرين فيجعلها الكيالي على المسلمين والمؤمنين أي واحد يطلع يرد على الكيال ويبين جهله وكذبه على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يطلع الكيال فورا يروح عامل عنه حلقة وانكفره ويروح جايب آيات نزلت في حق الكفار وينزل هذه الآيات على المسلم اللي بيرد عليه الغريب أن الكيال نفسه أكمل الآيات وقال إذا تتلى عليه آياتنا ماذا فهمها هذا الغبي؟ قال أساطير الأولين طب يا كيال أنت كده ردت على نفسك ولا واحد من الناس اللي بترد عليك وبتكشف جهلك وكذبك على القرآن بيقول عن القرآن أنه هو أساطير الأولين هذا كذب صريح من الكيالي مفيش ولا حد من الناس اللي بترد عليك بيعتقد أبدا أن القرآن أساطير الأولين بل يؤمنون بالقرآن الكريم على أنه كلام الله يعني الآية ليس لها علاقة بنا على الإطلاق ثانيا ماذا يعرف الكيالي عن أسباب نزول آيات القرآن الكريم؟ في علم يا جماعة اسمه علم أسباب النزول يعني بيحصل موقف معين فربنا بينزل آية أو آيتين أو صورة كاملة لمعالجة هذا الموقف وهذه الآية التي جعلها الكيالي عليها نزلت في بعض كفار قريش مثل الوليد بن المغيرة والأخنس ابن شريق وغيرهما من الكفار الكيالي لما حب يرد عليها سابقاً استدل بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما وقال ابن عباس ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنه طيب ماذا قال ابن عباس في بيان معنى هذه الآية؟ يقول عطل بعد ذلك زنيم؟ قال ابن عباس هو رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاه يعني الآية فعلاً زي ما أنا قلت تتكلم عن واحد معروف من كفار قريش صح ولا غلط؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أيضاً في الزنيم قال نعتاً يعني وصفاً فلم يعرف حتى قيل زنيم قال وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها يعني الآية فعلاً بتتكلم عن شخص معين معروف عند الصحابة وهذه الآية أنزلها الله في بعض كفار قريش مثل الوليد بن المغيرة وغيره من الكفار كما قلنا وهؤلاء الكفار كانوا فاحشين غلاظاً معروفين بالفساد والشر وكانوا يمشون بين الناس بالنميمة وينقلون الكلام بين الناس على وجه الإفساد وكانوا كثير الحلف بالباطل وكانوا أشداء في الكفر جلاف الطباع غلاظ القلوب وكانوا كذلك شديدين في خصومتهم مع غيرهم فكأن الله عز وجل في هذه الآيات يقول كيف يكفر هؤلاء ويقولون عن آيات القرآن إنها أساطير الأولين بعدما أنعمت عليهم ورزقتهم أموالاً وأولاداً وأجساداً صحيحة سليمة الكلام ده بقى كله إعلقت بيا أو بأي مسلم بيرد على الكيالي وتقول الآيات من ناع للخير معتد أثيم يعني لو عايز تعمل أي خير وتتصدق مثلاً على الفقراء فهؤلاء يحاولون منعك من عمل هذا الخير ده إعلقت بيا ثالثاً تعال نثبت جهل الكيالي من نفس الكتب اللي بيستدل بها الكيالي كيالي حاول قبل كده يرد علي واستخدم كتاب معجم اللغة العربية المعاصرة يوجد قاموس شهير اسمه اللغة العربية المعاصرة قاموس اللغة العربية المعاصرة حتى موجود على الإنترنت وهذا هو الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة يقول عطل مفرد ومعناها جاف من الجفاء غليظ فاحش عطل بعد ذلك زنيم ويقال أيضاً إن العطل هو الشديد الخصومة بالباطل يعني يخاصمك بشدة طيب هل معه حق في خصومته؟ لا بل يخاصم بالباطل كما يفعل الكيالي عرفت يا كيالي يا جاهل كلمة عطل حسب السياق القرآني ليست بهذا المعنى الذي هبته على الإطلاق خلي بالك شوف المعجن بيقول إيه؟ جاف وغليظ وفاحش يعني شخص فاحش اللسان شتام غليظ القلب واللسان وهذه الصفات موجودة بالفعل في الكيالي أصلاً لأن الكيالي من أكثر الناس شتماً وسباً وتكفيراً ولعناً للآخرين وإليكم الدليل أنتم أغبياء متطفلين على الدين بس أنتم بغبائكم لن تفهموا القرآن فأظهر غبائكم للناس أنتم لا تخرجوا لنا إلا الحقد والغباء بالنسبة إلى غبائك كمية الغباء أنتم شلة من الأغبياء المرجفين لاحظتم الغباء؟ يعني بغبائك العجيب سوف نرى أنكم أنتم الكافرون بهذه الآيات سنرى ردكم أيها الكفر الفجرة أنتم في لعنة الله لعنة أنتم العونين مثل إبليس تماماً لأنكم فاسقين أيضاً الكيالي استدل من قبل بتفسير الطبري في تفسير الطبري وإذا فتحنا تفسير الطبري فسنجد أن معنى كلمة العطل هو الجافي الشديد في كفره طب يا كيالي هل أنا شديد في كفره؟ بل هل أنا كافر أصلاً يا كيالي؟ سبحان الله ثم يعرف لأن الكيالي كلمة زنيم فيقول زائد زنيم يخفي كل شيء عنك حتى اسمه الحقيقي سمعت تخريف الكيالي؟ بالله عليكم هو ده معنى كلمة زنيم في القرآن الكريم؟ يقول معجم اللغة العربية المعاصرة عطل بعد ذلك زنيم قال زنيم بمعنى لئيم يعرف بلؤمه كما تعرف الشات بزنمتها يعني الزنيم هو اللئيم المعروف باللؤم رابعاً ممكن كيالي يقول طب أبو عمر أنا هرد عليك بحديث نبوي يثبت المعنى الذي أقوله من السنة النبوية وهو حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العطل الزنيم فقال هو الشديد الخلق المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام والشراب الظلوم للناس رحيب الجوف والجواب أن الكيالي لو استدل بهذا الحديث فهيوقع نفسه في مشكلة كبيرة لأن هذا الحديث حديث ضعيف وسبب ضعفه أن فيه علتين العلة الأولى ضعف الراوي شهر بن حوشب والعلة الثانية أن عبد الرحمن بن غن لم يلتقي الرسول صلى الله عليه وسلم وروايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسلة والحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف فلو الكيالي استدل بهذه الرواية الضعيفة الناس كلها تضحك عليه صح؟ ثم كيف يترك الكيالي الأحاديث الصحيحة وفي نفس الوقت يستدل علينا بالأحاديث الضعيفة مثل هذا الحديث كما أن معنى الحديث لا يخدم فكرة الكيالي على الإطلاق ليه؟ هذه الصفات الموجودة في هذا الحديث لا تنطبق علي ولو الكيالي هيعتبر أن أي شخص جسمه مليان شوية عطل يبقى الكيالي أهان أي حد جسمه مليان من بقى الناس اللي كان جسمها ضخمة أو مليان شوية زي حالاتي هنفتح صحيح مسلم الذي يسميه الكيالي صحيح مسلم هنا الحديث وارد في صحيح مسلم وأنا أسميه صحيح مسلم عن أم الممين عائشة رضي الله عنها قالت لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته امتلأ جسده الشريف بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام فالبدانة أو ضخمة الجسد ليس شيئا يعير به الإنسان يا كيالي هل امتلأ الجسم شيء يعاب به الإنسان يعني لو جسمك بليان شوية أو جسمك ضخم هل ده شيء تعاب به بين الناس نجيبها للكيالي الجاهل من القرآن الكريم عشان نثبت لكم أن الكيالي لا يعرفوا شيئا عن القرآن ربنا سبحانه وتعالى لما وصف طالوت في القرآن الكريم قال عنه إيه ركزوا معي لو سمحتم قال تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكة قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى ساعة من المال خلي بالكم يا جماعة النبي رد عليهم وقال لهم إيه قال إن الله اصطفاه عليكم يعني اصطفى طالوت عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم تمام ركزوا معي شوية بالله عليكم ربنا سبحانه وتعالى اصطفى طالوت ليه عشان عنده بسطة في العلم والجسم يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما زاد طالوت بسطة في الجسم ده كان على سبيل المتح ولا الذن؟ متح طبعا يعني الإنسان لما يؤتى بسطة في الجسم فهذا ليس شيئا يعير به الإنسان إلا عند الجهلاء مثل الكيالي وأيضا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر النعم التي أنعمها سبحانه على قوم عاد قال لهم نبي الله هود واذكروا إذ جعلكم يعني ربنا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ها وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ها خدت بالك فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون الآلاء اللي هي النعم يعني من نعم الله عليكم أنه بسط في أجسادكم نرجع تاني للحديث كما قلنا هذا الحديث غير صحيح وحتى معانيه لا تنطبق علي الحديث بيقول الأكل الشروب وأنا والله مش أكل ولا شروب يعني أنا مش أعد بقى بأكل كتير لكن بسبب أن شغلي كله على الكوميوتر فالحركة أصبحت قليلة وأيضا يقول الحديث الظلوم للناس وأنا ولله الحمد لست ظلوما للناس وأحمد الله عز وجل على هذه النعمة لكن الظلم هو الشخص الذي يترك الكلام العلمي الذي يقال ويطعن في المسلمين ويشخصن الأمور هذا هو الظلم إذن الكيالي في هذه الحلقة لم يرد على أي شيء مما قلته على الإطلاق وإنما فقد كفرني وقال إن أنا عتل وزنيم طيب فين بقى الرد العلمي على كلامي يا كيالي مفيش خامسا طيب أنا أفترض أني تفسير الكيالي للآية صحيح فهنا أنا أصلا أخفي اسمي أو ماضية أو مستوية العلمي عشان تعرف بس إيه إن الكيالي كذاب ولا يستحي من الكذب أنا اسمي طريق السيد وقلت اسمي هذا في مرات كثيرة في عدة حلقات واسمي موجود على صفحتي على الفيسبوك كما هو واضح أمام حضراتكم وأيضا اسمي موجود على كتابي المطبوع للرد على عدنان إبراهيم وأيضا عرضت اسمي حينما كنت أرده على النصراني رشيد حمامي وعرضت إجازتي في القرآن الكريم واسمي مكتوب داخل هذه الإجازة كما عرضتها يعني اسمي الحقيقي المعروف للناس مش أنا مخبي ولا حاجة يعني يا جماعة الكيالي مش بس بيحرف تفسير القرآن الكريم وبيخدع مشاهديه لا ده كمان بيكذب على مشاهديه بمنتهى الوقاحة ما هو لو الكيالي ما يعرفش إن إيه اسمي كان يقدر يكتب في جوجل أبو عمر الباحث ويوصل للإسم ولو يعرف اسمي وطلع يقول إن إسمي مش معروف كده يبقى كذاب صح ولا غلط مش هو ده الإفك يا كيالي والإفك هي قلب الحقائق بالكذب طب ما هو اللي أنت بتقوله ده يا كيالي هو ده قلب الحقائق سادسا بعد ذلك يا جماعة الكيالي هبت بيت شعر غريب يقول الشاعر عتل جسمه لا عقل فيه عتل جسمه لا عقل فيه زنيم ليس يعرف عنه شيئا طيب أنا هفترض إن في واحد من الشعراء قال هذا البيت بالفعل تمام طيب بيت الشعر ده فيه خطأ لغوي أصلا إزاي إزاي يقول شيئا يا كيالي يا كيالي يا جاهل شيئ هنا نائب فاعل ونائب الفاعل دائما يأتي مرفوعا فإزاي شيئا يا كيالي المفروض تقول شيء وليس شيئا مش أنت يا كيالي قلت إنك درست لغة القبائل نحن عرب ونفهم اللغة العربية ومختص في لغة القبائل والله يا شكلك كده درست لغة القبائل الهندية إزاي درست لغة القبائل ومش عارف قعدة لغوية بسيطة زي دي يعني وكمان من اللي قال إن أنا لا يعرف عني شيء يعني أبسط حاجة إنك تعمل زيارة سريعة للعم جوجل وتكتب اسمه بعمر الباحث هتلاقي على سبيل المثال موقع مكتبة نور نشر بياناتي ورابط الموقع موجود في وصف هذا الفيديو سابعا نأتي إلى الصفة الرابعة التي يريد الكيالي أن يلصقها بي الصفة الرابعة والهم جدا 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 يحسبون كل صيحة عليهم عارفين يا جماعة الآية دي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها ليه وبتتكلم عن مين هذه الآية تتحدث عن المنافقين نفاقا أكبر والسورة نفسها اسمها السورة المنافقون والنفاق قسمان نفاق أكبر ونفاق أصغر النفاق الأكبر ده هو النفاق الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام مثل نفاق عبد الله بن أبي بن سلول الذي أنزل الله في حقه سورة المنافقون وفي أول السورة يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون طيب ماذا فعل المنافقون لكي يشهد الله عليهم بأنهم كاذبون قال سبحانه ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون شفت المنافقين ذو العمل إيه آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم طب يا كيالي هل أنا آمنت ثم كفرت الجماعة اللي بيسمعوا الكيالي عرفتوا أنتوا رحين على فين والله ولا لسه كمان مش وغدين بلكم الكيالي بيلعب بكم وبيستهتر بدينكم برضو نفس حركة الخوارج الكيالي جاب الآية اللي بتتكلم عن المنافقين الكافرين ورح منزل الآية علي بمنتهى البساطة والسهولة بعدها ربنا سبحانه وتعالى ذكر الآية التي ذكرها الكيالي وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون ثم قال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون طب يا كيالي هل أنا إذا قيل لي تعالى ليستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سأرفض وأستكبر حسبي الله ونعم الوكيل وبعدها يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين فهؤلاء المنافقون لن يغفر الله لهم لأنهم ماتوا على النفاق الأكبر فهل تجزم يا كيالي أن الله عز وجل لن يغفر لي بعد ذلك ذكر الله لنا جرائم هؤلاء المنافقين فقال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فهل أنا يا كيالي أقول للناس هذا الكلام ثم ذكر الله جريمة أخرى شنيعة لهؤلاء المنافقين فقال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل طبعا القصة معروفة عبد الله بن وبيل مسلول رأس المنافقين هو الذي قال هذا الكلام عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن وبيل مسلول يصف نفسه بالأعز ويصف الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه بالأذل فهل أنا يا كيالي أصف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف وحاشاه وفداه أبي وأمي وروحي ونفسي عليه الصلاة والسلام يا إخوة إني داع فأمنه اللهم إن كنت كما يقول الكيال فافضحني أمام العالمين وإن كان الكيال كاذبا فافضحه أمام العالمين في صيح البخاري عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا وقال أيضا ولئن رجعنا من عنده يعني من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ليخرجن الأعز منها الأذل يعني صورة المنافقون نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول ولا يوجد مسلم يشهد الشهادتين يعتقد الكلام الذي يقوله الكيالي على الإطلاق ومع ذلك بمنتهى البساطة للكيالي جاب الآيات اللي تتكلم عن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ورح منزلها عليها ثامنا يقول الكيالي وصفهم الله بصورة المدثر كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة طيب الآيات دي يا جماعة في صورة المدثر هنفتح الصورة أمام حضرتكم على الشاشة عشان نعرف ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن مين الكيالي قرأ من أول هنا طيب تعالوا بقى نرجع كم آية كده عشان نعرف ربنا سبحانه وتعالى يؤصد مين بهذا الوصف قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة إذن أهل اليمين في الجنة يتساءلون عن مصير المجرمين لماذا دخلتم سقر وسقر هو اسم وادي في جهنم لماذا دخلتم سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين يعني ربنا سبحانه وتعالى أطلق هذا الوصف عن أشخاص كافرين من أهم صفاتهم أنهم يكذبون بيوم الدين فهل أنا يا كيالي أكذب بيوم الدين تعرف كيالي رغم افتراءك علي وتنزيلك لآيات الكفار والمنافقين علي لكن أنا والله مبسوط عارف ليه كيالي لأن اللي أنت بتعمله ده بيأثر الطريق على أي إنسان عاقل عشان يعرف أن أنت إنسان كذب ولأن أي مسلم بسيط سمع كلامك وصدقه بمجرد ما يسمع كلامي الآن ويفتح المصحف هيعرف فورا أن أنت شخص كذب إذن أن افتراءك علي ده في ميزان حسنات يوم القيامة تاسعا يقول الكيالي انظروا إذا انطبق عليه أربع صفات فقط انظر إليه هل هو عتل زنيم هل هو مستوى غبي جدا 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 ينكر آيات الله كاملة لا يريد أن يسمع آيات الله يذهب إلى قصص وأخرى يرفض آيات الله يا كيالي يا كيالي يا واك العقل وشاغ البالي أسألك بالله هل تعي ما تقول من الذي ينكر آيات الله كاملة يا كيالي من الذي لا يريد أن يسمع كلام الله عز وجل من الذي يرفض آيات الله عاشرا يقول الكيالي إذن هؤلاء فعلا ينطبق عليهم ما ورد بصورة التوبة ما زادوكم إلا خبالة خبالة تخلق فكري جهل غباء كذب ما زادوكم إلا خبالة نفس القصة كل المطلوب من محب الكيالي أن يفتحوا القرآن الكريم ليعرفوا كذب الكيالي عليهم ويفتشوا بأنفسهم في هذه الآيات في سورة التوبة يتحدث الله عز وجل عن المنافقين الذين كانوا يكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وهؤلاء المنافقون عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم سيخرجون معه في حربه ضد الكافرين ولكنهم أخلفوا عهدهم ورجعوا بثلث الجيش تقريبا فقال الله عز وجل عنهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين خلي بالك لو خرجوا فيكم يعني لو خرجوا معكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين وقال الله عز وجل أيضا عن هؤلاء المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون طيب يا كيالي هذه الآيات تتحدث عن المنافقين الكافرين كما رأينا شوف الآية إلا أنهم كفروا بالله ورسوله فهل أنا يا كيالي كفرت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا أذهب إلى الصلاة إلا وأنا كسلان ولا أنفق في سبيل الله إلا وأنا كاره شفت إجرام الكيالي في حق القرآن الكريم هذا تلاعب وتزوير عملي وصريح لكتاب الله عز وجل شفت كيف يعمل الكيالي على تلويث كتاب الله وتلويث آياته الشريفة بفهمه العجيب الغريب المريض إيه هو ده إيه كلام ده منين يعني هو عايز يطلع يحرف معاني القرآن الكريم ولما إحنا نرد عليه ونبين كذبه وجهله بالقرآن الكريم يطلع يجيب الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها في حق الكفار والمنافقين وينزلها علينا يا أخي إجرام ما بعده إجرام أنا والله ما فيش عندي مشكلة أنه هو يجتمني أو يسبني وعند الله يتجتمع الخصوم لكن أكتر شيء بدياني أنه هو يتعمد تحريف معاني آيات القرآن الكريم وبيتعمد تضليل مشاهديه عن الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل أنا بقى اللي مستغرب له منه حاجة خطيرة جدا وهي إزاي محب الكياري عارفينه أنه هو بيكذب عليهم صراحة ومع ذلك بيتبعوه إزاي فعلا الإنسان يبقى عارف أن الشخص اللي قدامه ده بيكتب عليه وبيخدعه ومع ذلك قاعد بيتفرج عليه وبيشوفه وبيصدقه المسألة دي تحديدا من المسائل اللي بتخلي الواحد بجد بيقف شوية كده ويتأمل إلى أي مدى يمكن أن يصل المستوى بالعقل البشري عقل ممكن يتبع شخص مثل الكيالي شخص ضايع لا يعرف حاجة في القرآن الكريم ولا يعرف حاجة في علم الحديث ولا يعرف حاجة في اللغة العربية ومع ذلك قاعد بيهبد للونهار وهبداته في القرآن الكريم والحديث واللغة بالمئات وربما بالألوف ومع ذلك عنده الجرأة على تحريف معين القرآن الكريم وتضعيف الأحاديث المتوترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده الجرأة أنه يهبد في اللغة العربية ويغير معين الكلمات العربية كما يشاء بس العب مش على الكيالي العب الحقيقة على كل شخص قاعد بيسمع الكيالي وهو عارف أن الكيالي بهذا المستوى من الكذب والجهل في دين الله عندي رسالة أخيرة للكيالي يا كيالي أنت لم ترد على أي شيء من كلامي على الإطلاق إنما فقط كفرتني ووصفتني بالعتل الزنيم ثم بعد ذلك قمت بتنزيل آيات الكفر والنفاق علي هذا ليس رداً هذا تكفير ورمي للناس بما ليس فيهم ثم هذه مغالطة منطقية مضحكة أنت تركت كلامي بالكامل ولم ترد على أي شيء وإنما فقط هاجمت شخصي وهذا يثبت أنك مفلس وكذاب تكذب على الناس وحينما نرد عليك ونبين أكاذبك للناس لا ترد علينا رداً علمياً فقد تكفر من يرد عليك ويبين كذبك للناس أرجو نشر هذه الحلقة على صفحة الكيالي على فيسبوك وقناته على يوتيوب حتى يعرف المتابعوه أنه يكذب عليهم هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بابي هو وأمي عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته